كلمني اسمه ايه ده شوق حجاب تلفون قال لي هنجيلك الليلة بعد ما تشتغل بعدت الشغل بتاعك في الارند ماشي جمع عبد شوق حجاب ساحب عبدالنحين منصور عبدالنحين منصور ساحب منير من اول مره شفته منير الكيميا اشتغلت لقيت نفسي بحبه والسام هالكيروت زي عود البنبو كان وفاع جدا جدا قلت له اسمعي مدير اما عرفوني بيه بتاعه قلت له اسمعي مدير انا هعمل تجربة جديدة يمكن تكون حلوة يمكن تكون زي زفت ايه انيش ضماني فانا هجيب الناس بتوعي اللي هم الافرانكا خلينا نسميهم كده اللي هو بيز جيتار وإلكتري جيتار ودرامز وانا وانت تجيب لي واحد دف نوبي اصلي فجاب لي واحد اسمه سليم شعراوي تاني يوم عشان نعمل بروفا جاب الراجل اسمه سليم شعراوي حتى بالامارة وانا جبت الناس بتوعي وكتبت له منه قلت له عن عندي الكودة هسجل واكلمني بكه بقى اقولك ايه الحكاية لان ايه انا دلوقتي مبسوط الكورة الارضية ما كانش فيها تزوج بين الدرامز وبين الدف نهائي ولكن واحنا هنا ما كانش فيه ايه اغنية فيها بيز جيتار ولا الحاجة كان فيه الجيتار فاكهة يلعب سولو كده وخلاص لكن كوردات مفيش شعر الجد بتاع جيتار مفيش شعر بيز جيتار مش موجود نهائي فكان حاجة جديد عليهم وعلى مونير سمعت اثان يوم الصبح جيت حاجة قبهة كلمت الشركة بتاعته طرم ايه مستعد اشتعر مع مونير وزي ما قلت لحضرتك ان اول اغنية لمونير كانت امانة بعض ياحي خليل بقى ملتزم بمونير ومونير بقى ملتزم بياحي خليل وراحه في السكة بتاعته وانا ما عنديش مشكلة ان انا عندي فرقتي وهو ده اللي بحبهم وهو ده قصتي لكنها قصة مونير لغاية النهاردة لو انت شفت تتلع المسرح بغى المسرح عمل ايه انت مش هتخيل لان ده اللي عايز اقولهولك ان معدن المطوين ده معدن نقي جدا جدا وانا بحقيهم بشكل مش معقول يعني لما قالوا المونير يوم تسعة هتتعمل حفلة قال لهم لا يمكن انا عندي يوم عشرة في السودان حفلة وحفلة كبيرة في السودان فقالوا لعشان تكريم هاني قال لا يبقى جاي ان شاء الله اخد الطيارة بالليل وها روح على السودان الصبح فده معدن مش موجود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة